تصريحات صحيفة الأخبار تأتي في ظل أزمة شح الدولار واقتصادية يعيشها أو اقتصاد يعيشها لبنان المزيد حول هذا الموضوع تطلعنا علي الزميلة يمنى الجلاصي يمنى شكرا لك محمد إذن خط دمشق بيروت حالة ازدحام استثنائية تشابكت فيه تجارة بالتهريب بين شاحنات محملة بالبضائع السورية متجهة إلى لبنان زحمتها مركبات على متنها رجال أعمال يهربون العملة من لبنان إلى سوريا وفق تقرير لصحيفة فينانشل تايمز البريطانية شريان سوريا المالي هكذا ينظر إلى هذا الخط السريع ويمدها بمغذيات تساعد اقتصادها المنهك على البقاء التقرير قال إن حالة الفوضى في الاقتصاد السوري منذ انزلاع الأزمة تفاقمت مع ندرة الأوراق الخضر في لبنان الذي هربت لمصارفه أموال سورية بمليارات الدولارات على أساس أنه البلد الأقرب للسوريين وأموالهم ستكون بمتناولهم لكن ومع انزلاع الأزمة أكتوبر الماضي في لبنان تأثر السوريون بشح العملة وهذا أمر مفهوم بالنظر إلى قدم التداخل الاقتصادي بين البلدين حتى إن المصارف السورية الخاصة بأغلبها وفق فينانشل تايمز فروع لمصارف لبنانية تستخدم للتحايل على العقوبات الدولية المسلطة على نظام الأسد وهي ليست المرة الأولى فتاريخ البلدين شهد حالات كثيرة من التشابك الاقتصادي بينهما لكن الأزمة الأخيرة في لبنان وصعوبة تحصيل السوريين أموالهم جراء تحديد سقف السحوبات ووضع قيود على عمليات التحويل تؤرق السوريين الذين جزعوا وبدأوا سحب أموالهم بشكل جماعي الأمر الذي سبب نزيفا في المصارف اللبنانية ومن لم يستطع يلتف على القانون عبر المصارف المشتركة بين البلدين وإلا فميليشيا حزب الله متبرعة بالمساعدة كما ذكر التقارير هذا كل شيء أعود إليكم محمد شكرا لك يمنى